بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم بسم الله تعالى لنجعلنا وإياكم من خدام أبي عبد الله والفائزين بشفاعته بحقه عند الله وببركته وثواب الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد سؤال آخر يطرح على القضية الحسينية أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هل طلب يطلب السلطة حينما خرج هل يريد السلطة للجواب على هذا الأمر أولا نقول أن الإمام الحسين عليه السلام خرج بعد أن دعاه أولئك الذين نقضوا ذلك العهد والميثاق الذي بعثوا إلى الإمام ألف رسالة طبعا الإمام أو القائد إذا أراد أن يقوم بثورة لا بد أن يستند على قاعدة جماهرية وأيضا القاعدة تكون نوعية وليست كمية أهم شيء النوع فالإمام بعد أن بعث إليه أهل الكوفة بالرسائل وطبعا واجب الإمام أن يلبي وبعث مسلم بن عقيل عليه الصلاة والسلام حتى يستشف الأمر ويعرف نياتهم ثم بعد ذلك يذهب الإمام سلام الله عليه وطبعا مسلم بعث إليه أنه قد بايعه ثمانية عشر ألف إنسان فالإمام حينما يخرج إذا قلنا أنه طبعا بالمناسبة الإمام يعلم ما سيقول له الأمر لكنه ما يعمل بالأمور الغيبية وخرج معه مجامية كبيرة مجامية كبيرة وأوقفهم على أمر حينما قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا هؤلاء كان يعتقدون بأن الإمام سيملك ويملكون معه فحينما علموا وهو الصادق الأمين علموا منه أنه سوف يقتل تفرق الناس عنه فقال مقولته المعروفة الناس عبيد الدنيا والدين لاحق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معاشي فالإمام بهذا العدد القليل هل أنه يمكن أن يأخذ سلطة من دولة كبرى يعني إمبراطورية تملك المشرق والمغرب وهناك كان جيش احتياطي من الشام إذا انكسر هذا الجيش جيش آخر احتياطي فالإمام بهذا العدد القليل كيف يمكن أن يطلب سلطة لكن على كل حال السنة ما لدي أدخل في علم الإمام أو في فهم الإمام وماذا كان يريد بأبي وامي لكنه خرج خرج ليصلح ليصلح وهذا الإصلاح قد تطرقنا له ما معنى الإصلاح إذا لا يمكن بهذا العدد القليل أن يطلب سلطة وحتى لو قلنا أن الإمام خرج ليطلب السلطة وهذا من حقه الله سبحانه وتعالى هو الذي نصبهم خلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير نزل جبرايل على النبي وبلغه تلك الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ النبي ونصب علي خليفة من بعده لكن حدث انقلاب معروف ذاك الانقلاب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إذن أحبتي هنا الإمام علي ثم الحسن ثم الحسن وطبعا هذه الأسماء بينها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جابر بن عبد الله الأنصار إلى الإمام المهدي فهو خليفة منصب من الله سبحانه وتعالى وإن فرضنا أن الإمام جلس على سدة الحكم ويحكم هل أنه يجمع الصفراء والبيضاء الأمر كلا هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما قتل كان قد ترك سبعمائة درهم فقط وهذا كان يريد أن يؤتى بخادمة إلى زوجته ماذا أخذ أمير المؤمنين من الحكم اللي يقولها لابن عباس دخل عليه في القادسية وكان يخصف نعله قال يا ابن عباس ما تساوي هذه النعل قال لا تساوي شيء قال إنها أفيد عندي السلامة إذا تقول لأنك مضمون كلام الإمام أنها أفيد عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدحظ باطلا فلو كان قد جلس الإمام الحسين على سدة الحكم لعاشت الأمة بأمان وسلام ورقي ورفاعية وأمن وأمان وعدم احتياج فهو منصب من قبل الله فإن قلنا أنه طلب سلطة كل إشكال ما في هذا الموضوع كل إشكال ما بي لأنه أحق من غيره إذن الإمام أولا لا يمكن بهذا العدد القليل أن يطلب السلطة حتى وإن كان لو فرضنا على أنه يريد أن يطلب السلطة وماذا يفعل بسلطة؟ إنما لإقامة الحق ودحظ الباطل نصرة المظلوم ودحر الظالم هذا هو ديدا ودأب أئمتنا صلى الله وسلام عليهم وهذا تاريخ معروف أمين المؤمنين ثم ولده الحسن وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة